يعني صحي الوضع الاقتصادي صعب على كل العالم ولكن ما بتخلع الأجواء من حلويات العيد حتى لو بشي بسيط بأفكار بسيطة اليوم رح نحكي عن حلويات العيد ورح نحكي عن مشروع بلش صغير وبلش شي كبار شوي شوي لأنه أكيد دايماً أي حدا عنده الإرادة عنده الأمال عنده هكي جوات وشغف فأكيد رح ينزح رح نحكي أكتر مع ضيفتنا ناتاليك سيري صاحبت مشروع سعو السويد صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا فيك عيدكم مبارك عيدكم مبارك أهلا وسهلا فيك وكل عام وانتب خير دائماً لما نحكي أعياد وإجت أعياد وراء بعضك لأياتب فمنحكي حلو دائماً العيد هو مرتبط بالفرحة وبالحلو وما في أطيب يعني قد ما تنوعت أنواع الحلويات حلو البيت اللي يكون مصنوع بالبيت اللي هو نكهة خاصة عم نحكي عن مشروعك اللي هو أكيد مصنوع بكتير من الحب وكأنه بالبيت خلن أول شي قبل ما نفوت على حلويات العيد هيك نرجع شوي نحكي عن مشروعك والبدايات كيف كانت فيه البدايات كانت كتير بسيطة ما فينا يعني ما بتتجاوز الأطاعات اللي من كاست الشاي وتكون موجودة عند ربة أي منزل يعني وبس الشي اللي بيكبر لما أنت شي جواتك هو بيبلش بيكبر لما أنت عم تحب الشي اللي أنت عم تعملي فهون بيبلش أنه يكبر مشروعك تحاولي أنك تعملي شي مميز غريب بالنسبة يعني بالنسبة للحلويات ما في شي مميز بس أنت اللي بتحطي الحب اللي بقلبك لقطعة الحلو هي اللي بتكون مميزة لأنه الحلويات متعارفة عليها بكل بيت وعند كل أنسا وصفاتها معروفة تماما ناتالي يعني دايما أنا بيك المناسبة لكتير درجة توضيع العزوبية كتير درجة ممكن حفلات كتيرة مثل الخطبة قبل العرس طولة العروس طولات العيد طولات المولود الجديد خلينا نحكي يعني لكل شيء له ستايل وكل شيء له لون وكل شيء له ديزاين كيف بتنسقي مع الزينة؟ خلينا هيك نفوت شوية بتفاصيل العمل هلأ أنا بس لحتى خبرك أنه أنا مبوس بالحلو يعني أنا كمان بزين يعني أنا أي حدا بضيج طاولة كاملة طاولة كاملة من الستاندارت للبولين للورد أحيانا بزين العرس الكوشة الباكجراوند الطاولات كلها يعطيها هي بتكون من اختصاصي يعني ما عطصفها اختصاصي بس الحلو حلو الواحد هيك يتوسع يعني أنا بحس حالي أنه خلاص بيقعد معي قعدة واحدة لزبون من الآت وزد وخلاص ما بيضل بموتر أنه بدي شوف فلان مشان هاي القصة وبيدي شوف هاد مشان هاي القصة فخلاص بيقعد قعدة ماكنا وخلصنا التنسيقات كتير بتبقى حلوة يعني أنا بحاول أني يضل طالع عن التقليد أني ما عيد التكرار يعني مثلا بحفلة البابي شوارد تحديد جنس المولود بحاول قدر الإمكان أني ما روح بس على الأزرق والزهر يعني أنه نطلع شوي عن المألوف نطلع بالأذكار يعني جد لأنه كتير صار كله يا أزرق يا زهر فأنت بتملي يعني خلاص أنت لازم تحطي طابع خاص إليك مشان تنعرفي بشكل خاص بشغلك أما إذا بدك تضلي بالزهر وبالأزرق فقولا واحدا خلاص ما عملتي شي مميز التنسيق بيكون من خلال العروس حابة إذا بالعروس أم البابي بأي مناسبة فأنه هننشو حابين بس طبعا لا يخلق أني أنا أعطيهم قسم شوي من الأفكار المميزة والغريبة خلال نعطي لهذه الأفكار أيضا للمشاهدين إذا ما اخترنا الأزرق والزهر شو الألوان الطرحية مثلا بهذه المناسبات النهدي والتركواز مثلا النهدي والتركواز اللي أنا عاملتهم هنن بيروحوا النهدي للبنوت والتركواز للصبي ممكن نروح مثلا بالأبيض والدهبي الأبيض والفضي الألوان الشوي يعني ممكن ندخل البلوم مثلا الأزرق بس مع ألوان تانية ألوان الباستيل ألوان قصر قزح كلها يعطي هدلون ألوان مميزة وغريبة وبنفس الوقت أنه ما عملنا شي تقليدي الكيوي كبير صريعا يستخدموا بالأخضر الكيوي كتير حلو والأخضر مع الأورانج والفاتح يعني الألوان أحيانا ألوان متعاكسة بس بتعطيكي جمالية وبتعطيكي قصص يلا بالشيء يلا بعت الهواء خليني رح فرجيكم هنا في ثانية خاصة بشهر رمضان وبالعيد أيضا هلأ هيك عم نشوف هدول شو هدول هيشوفي بقلبها هلأ هي هيدا هي شكلة مثل آيس كريم نحنا منسميها سايكلز هي عبارة عن شوكولادة أيضا محشية بحبات سمارتي هاي الولاد روح ألبون حتى الزينة يلي أنا مزينتها الفانوس والأمر هي عبارة هاي كوكيز مزينة بعجينة اللوز مصبد القهوة مكتوب عليها قهوتي عم تحاولي حتى نشوفها على الكاميرا عم تحاولي العبارات المحطوطة والرسومات تكون من ضمن المناسبة ومن ضمن وحي المناسبة تماما يعني خلص إنه مناسبة رمضان هيك ومن وراء كوكيز هاي بشان نشاهدين تمام أوكي اي فعيد الفطر نحنا منروح من وحي الرمضان من وحي الهلال حتى إنه مثلا أنا خاطة شكل العيد سعيد كتابة فيه تباع الحامل حتى بشوكولات حتى هاد لون اللي انت حاملت هاد لون الفانوس وهي هي شوكولات يعني مو انه والله عجينة اللوز لا هي هاي شوكولات نحنا منصبة بتطلع بهذا الشكل وفيه بقلبها ديزاينات طيب يعني نتالي في فكرة أنه هلا السوشال ميديا صار كتير فيه أفكار يعني يا ريت فينا نفرجي العالم كل الديزاينات اللي معك بس أكيد سانسويت على صفحة الفيسبوك في هون يفوتوا يشوفوا كل شي موجود معنا يمكن ما هيبين كتير واضح على الكاميرا ولكن صار مثلا أنا بديروح لعندك بكون عاملي سكرين لعدة صور على الانستجرام ولكن كتير عالم ما بتعرف أنه نحنا عنا حصار ما عنا كتير مواد تأدي هاي الفكرة على أكمل وجه هوني الحلول البديلة الحلول اللي ممكن تناسب الناس أو تناسب فكرتان لأنه كتير صعب أنك انت هيك تزعلي حدا عنده مناسبة أكيد طبعا هلا كده عم تعاني منا هي السيرة كتير كتير نحنا منعاني بالنقص المواد يعني نحنا مثلا ننزل اليوم منلاقي غرضنا تعاني نهار مثلا نرجع ناخد الكمية ما منلاقي مع الأسف فمنحاول أنه نعمل البدائل هلا البدائل شو أنه مثلا بالحلويات أوكي ما عم نلاقي على طوله طحين بس أنه خلص ممكن نخزن كميات طحين متعادلة بالوقت اللي نحنا بدنا نشتغل فيه البدائل أكتر كل نحنا اللي عم ندايق منه أنه ما عم نلاقي البديل هي بس بموضوع الزينة والديكوريشن هو هذا أهم شيء منحاول إذا ما لقينا الورد اللي هن بالدنيا نروح لموضوع البوالين نحاول أنه نفوت بالورد الطبيعي شو موسم هلأ شو بيكون موسم نستخدم هاي الأساس بس بشكل عام يعني الحمد لله لحد هلأ مشاهين الوضع ما عم نزعع الحدا منلاقي كتير صبايا بيتخصصوا يعني بالطبخ مو كتير شاطرين ولكن بالحلويات هنو كتير شاطرين والعاكس صحيح ومنشوف هلأ أصرنا على النت كتير وصفات يعني مثلا هلأ نحنا بالعيد المعمول ما بطلق إغرام تطلع لك فيديوهات طريقة عاملة المعمول هاي انتي من خبرتك هاي الفيديوهات بتقدر بتعلم اليوم الصبية اللي حابة مثلا تبلش مشروع أو تجرب حالة إذا هي شاطرة بهذا المجال ولا لا حلأ ليكي أنا ما بنكر أنا هاي الخبرة ما أجت من أنه والله أنا مسجلة دورات أو من تعلمي عن حدا لا أجت خبرة ذاتية أني أنا تابع فيديو على اليوتيوب تابع فيديو على الفيسبوك وأعود طبق أهم شيء أنه ما تستسلم يعني ممكن ما تنجح مع الوصفة من أول مرة بس هو ما غلط منه ولا أنه ممكن تنتزع ممكن تحترق ممكن تنتزع هي مو زنبة ممكن مثلا إن كانت حرارة الفرن عالية ممكن أحيانا اللطحين بيكون خفيف فأنه ما بيعطينا القوام الصح للعجينة فالاستسلام هو يلي بيخليها ما تتعلم فلما كتر التحوات محاولات هي هي اللي بتخليها أنه تضلوا مكملة الوصفات مو كلياتة بتكون صح يعني في كتير عالم مع الأسف صارت أنه بهمهم أنهم يعملوا قناة على اليوتيوب ويجيبوا أكتر حدا مشاهداته هالقصص لكي يكسبوا كربح مادي غير أنه لما بيكونوا عم يعلموا من قلبهم يعني فيه وصفات لازم أنك تلتزمي فيها ما تغيري فيها بالوصفة المعمول خلص معروف كيلو طحين نصف كيلو سمنة الإضافات اللي أنت بدك تعمليها بعدين ما زهر ما حلاب هاي القصص ترجع لك الربة تمنزل تماما نتالي عم نشوف كتير مواعد مثلا هاي هكي بتصبغ على الإيد أي مزبوط هدول صالحين للأكل كلها يعتن صالح غزائي بس أنه تصبغ على الإيد بس أنت لما بتاكنية ما تضر ولا بشيء يعني فيه ملوينات فيه أي مزبوط ملوينات بس هي كلها يعتن مواد غزائية هي عم ييد ما عم تروح فأنه هدولي شو الليلنا شو هكذا بس نشوفهم ما ننقذ لأنه دائما هلأ من جد عم ندور على الشي الصحي أكيد طبعا كلها يعتنا منحاول أنه نستخدم نحنا شي مواد صحية مناسبة أنه ما تضر أي شخص لأنه هاد كمان مسؤولية علينا المواد أنا كلها يعتها الألوان كلها غزائية بجيبها ماركة ويلتون يعني معروفة بنحو الشيفات الحلو هاي اللي أنت بتطلع على الإيد هي عبارة بس أنه لميع يعني أنت شفتي كيف عم تلمع يعني هي بس بينما أنه هي عبارة عن سكر مثل المطحون بس ما فيه ما فيه درجة الحلاوة بس مش أن تعطينا اللون اللي نحنا بدنا كون عم نحكي عن هذا الموضوع في مواد هيك من خبرتك هي بالضر أو سيئة من ضمن المملونات يعني تتجنب اليوم الصبية أو الستية اللي حاب هي تشتغل بالبيت وهي موجودة بالسوق ممكن ما تنتبه لها إحنا لما نشوف هيك حلويات ملونة كتير ممكن نشيل مثلا نشيل القطعة المكتوبة عليها أو ملونة أو العجينة ونحطها لجنب نقول إنه ما نصح الحيم كلا الأكل هي بس للزينة هلأ جمالا بما أنه نحن عم نستخدم أنه ألوان ماركة ويلتون وهيك فهنا نحن بيحاولوا قدر الإمكان أن تكون غذائية مية بالمية يعني ما فيه أي مواد مسترطنة أو مواد بتضر بالصحة بس كمان كتر الزيادة بتضر يعني إذا بتحطي للطبخة زيادة ملح تمتزع طبختك فنحن فيه يعني فيه مقادير لازم نمشي عليها لحتى ما تضروا بنفس الوقت كمان نحن يطلع لنون اللي نحن بدنا ياه ما أنه يطلع كتير غامي هلأ مثلا أنا بالفانيليا ما فيني أنا حط كتير فانيليا بأي عجينة أنا بديستخدمها لأنه بتمرمر ما قاله الفانيليا هي نبتة يعني ما أنه والله شي صناعي عاملينه فأبي رجع بقولك أنه كتير الزيادة هي والضرر فيها تمام نتالي يعني بأنواع الحلو في سمنة في بيت في حليب بيخرب الحلو فورا مصدر عمد دخلي مواد حافظة بتكون بقلب الحلو كيف فيها مثلا الصبية تحافظ على هالحلو اللي هي حصلت عليه منك قديش كم يوم المفروض يضل هيك خلينا نعطي معلومات أنا أول شغلة ما بحط أي مواد حافظة بشغلي أبدا لما بتشوي أنت العجينة الصح فأنت حافظت عليها أما لما ما بتكون داخلة لدرجة الحرارة الصح وآختي درجة الشواء الصحيحة فأنت هون عمتقتي عجينة معجنة يعني لسه من جوة ما أنا مستوية فهون بتخرب بينما لما أنت خلاص سويتها تكون مستوية من بره ومن جوة يعني أنت إذا انتبحت من بره من جوء من وره الأطراف كلها تدهبية يعني واصلة لدرجة الشواء الصحيحة بالإضافة أنه كيف بدون يحافظوا علي أنا ما بيستلموا قطعة بدون تغليف بس أنا حاطتهم هلأ بدون تغليف كرمال الكاميرا بيستلمون مغلفين وفيهم يحطوها بالتبرويل بالفريزر وممكن بالبراد وأنا بضمن لهم إياها أن نبضل شهرين وثلاثة بدون أي شيء حتى بدون أنه ما تفرق الطعامي لأنه أنا عم وصلة لدرجة الشواء الصحيحة حتى الشوكولة أهم شيء أنه ما تنحط بالبراد منشان ما تدوب الزبدة لأنه شفتي بتقطع الكهرباء وهالقصاص بالدوب الزبدة بترجع بتجمد فهي هي اللي بتصير أنه نحنا أحياناً نفتح حبة الشوكولة من اللي أياه صار عليها مثل لون أبيض فهي هي هي القصة نعم طيب قداش فينا نقول إذا هي مصنوعة بالبيت فالولاد يمكن بيحبوا يساهموا أو يشتغلوا بصناعة هاي الحلويات بأي مجال أو بيتقدر الولد يساعد بأي مرحلة من المراحل فيها الأمة تخلي الولد يساعد أنا برأيي أنه لما بيوعه الولد يعني لمجرد ما يصير عمره 3 سنين فيه الأمة تدخل ابنه على المطبخ وتعلمه وحتى لو خرب حتى لو عمل الولد هو بالنهاية في عنده طاقة بيضا يفرغه لا يفرغه هو مشتغل بالعجين وبشي بياكله بينبسط فيه أكتر ما يفرغه أنه ينزل على الشارع فمن عمره 3 سنين فيه يشتغل بشغلات بسيطة بمرحلة التغيين بمرحلة التحريك بوين أكتر كل هو بينبسط الولد لما بيزين يعني أنه يقعد يلعب بالشوكولات ويحط السمارتز فوق أو هالقصص هون بينبسط الولاد فيه فيه من 3 سنين وأنتي طالعه لأنا عملت لأكتر من مرة حفلات من عمر الـ 6 سنين لعمر الـ 12 سنة يعني يجوا ويزينوا قطعة كوبكيك أو يزينوا قطعة كوكيز ويعكلوها وينبسطوا فيها ويعني يوزينوا مثل حفلة بس أنه هن هن عم يشتغلوا أعمالهم بإيدهم تماما نتالي يقلنا عن طريقة التسويق هي عبر الفيسبوك أو السوشال ميديا ككل ودايما أو هيكي بنقول إن هو سيلاحظوا حدين أحيانا ممكن تجيكي كومنتات تضيع لك تعبك تأهرك ممكن أحيانا كومنتات تطلعك أكتر وتعطيكي دافع أكتر كلنا أكيد منتعرض لهيدا الشي خلينا نحكي عن طريقة التسويق الصحيحة إذا بتشاركي ببازارات بتكون بالمناسبات لحتى تسوقي لحالك أول ما بلشتي هيك خلينا نحكي شوي ستوري لحتى العالم وأي حدا حابب يفتح المشروع الصغير إنه يسوق له بشكل الصح أول ما اشتركت ببازار هو كان أول بازار بشتركه هو معرض الأهراس كان بكنيسة الزيتون كنت عاملة طاولة عروس وإنه خلاص بتجي العروس بتشوف كيف رح يكون مبدأ الطاولة هم بعدك جديدة ما بعطي ولا شي كنتي من قبل لا كنت عم بيها بس إنه عم بيها كوكيز وهالقصص بس هون كانت الفكرة باشتراكي بالبازار إنه أنا هاي أول مرة رح عامل طاولة عروس سمع إنه أنا خلاص طاولة عروس زينة وحلوية بيقلك تعرضت كتير تعرضت لنقد تعرضت إنه إيه هاي مو شغلة أكيد جايبطن من عند حدا تاني تعرضت إنه مثلا تتصل فيني لزبونة اللي أنا ما حبت قطاة الكوكيز بدي رجعة أو يوسوكي وما ياخدوا يعمى يعمى راجعة مثلا من البيت إنه أنا نازلة عم سلم الطلبية إنه دق دق ما يجو أرجع أبكي بس برجع أبقلك لو أنا بدي استسلم كنت استسلمت من زمان ضليت محاربة إنه أنا بدي أوصل للي أنا بدي يا بالرغم من النقد حطيت عبارة قدامي إنه أنا أدمى وقعت بدي أرجع وقف نفض الغبرة ورجع أكمل واركد بدي أركد ما بدي يمشي ماشي طريقة التسويق الصحيحة هي إنك تختاري ساعة معينة إنه أنت تنزلي فيها مثلا هيدا البوست بوقت الزروة يعني أنا ما بجي بنزل البوست عندي على الفيسبوك ساعة سبعة ونص صبح طيب أنا الناس ممكن تكون نايمة الناس ممكن تكونوا بأشغالة فأنا بختار الوقت يلي أنا بعرف فيه إنه كمية من الناس هي قاعدة ببيوتها بنستوع ونص المسألة لتسعة ونص كتر الكومينتات هي اللي بترفع البوست بتوصل البوست لكمية ناس كبيرة فبيقول لك إنه طريقة التسويق مو بس إنه أنا نزلت بوست على الفيسبوك أو عملت قطعة كمان مميزة وحلوة طريقة التسويق هي إنه كمان أنت تكوني عم تتعاملي صح مع الجبون يعني تتأبلي تسمعي إنه مسببي إدنك وتقولي له مرسيك اللاكزو ما تردي له دايش حلوة هي النصائح طالعة من وحدة مجربة كتير وحتى يعني مرأة بصعوبات كبيرة يعني مثلا لو صبايا تانين بتخيل بهاي الظروف أو يمكن حكاتي فيه هو كتير مرأة وفيه صبايا قبلك فإذا بنقول هيك قبل ما نختم معيك نصائح ممكن اليوم تتوجهيها لكل صبيحة بتبليش وخصوصا بمشروع الحلو تحب الشي اللي هي عم تعمله وما تستسلم قد ما سمعت انتقادات تضل مصرة إنه أنا رح أوصل للي بدي يا حتى لو اتأخر الوقت ما في حدا وصل للي بدي يا هيكي بلمح البصر أكيد تعبنا وعانينا وخسرنا وكبينا كتير أصلاس والأهم من هذا إنه ما تعطي إدنا لحدة تخلي عيونها على الشغل وإدنا تتاركتها بره وتتأقلم مع الغاز مع الكهرباء تتأقلم مع كل شيء تتأقلم مع كل شيء ناتالي بدنا نتشكرك كتير عطتي نطاقة كتير حلوة موفقة بمشروعك وأكيد كلنا لازم ندوق هاي المنتجات الحلوة يلي كل حب شكراً كتير لليك يا ناتالي مرسي إلكون كمان نتشكرك كتير ناتالي وأكيدة بناخد منك طاقة اليوم بصبية حلوة هيك بأول عمرة مبلش مشروع ومكفاية فيه بدنا نتمنى لك كل التوفيق بحياتك شكراً إليك